تعالوا نروح مع بعض اللي زمينا فاروق صلاح من ملعب مبراه ونتعرف منه على آخر الأجواء هناك تفضل فاروق طبعا كل التحية لك كابتن عيمن طبعا برحب بيك وبرحب بكابات مصر الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن علاء ميهوب الكابتن أسامة عرابي والكابتن أحمد دابلال وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابع شاشة التحقانات النادي الأهلي في كل مكان من هنا من داخل استادة غزل المحلة يعني وقبل انطلاق مباراة للأهلي وغزل المحلة ضمن فعاليات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز خلينا أقولك أن هنا عرض الملعب تتزين لاستقبال المباراة وأيضا تواجد أمني أكثر من رائع ومظاهرة حب كانت في استقبال النادي الأهلي لدى خروج من مقر الإقامة في الفندق اللي كان يقيم فيه النادي الأهلي في المنصورة تجمع الكثير من جماهير النادي الأهلي لمسندة ومؤذرة لعب النادي الأهلي ومطالبين اللعبين بيه الدوري والهتاف كان الدوري أهلي حالة أطفت نوع من الثقة وارتفاع روح المعنوية عند اللعبين يعني على مدارة طريق استفاف صفين من الجماهير النادي الأهلي سواء في المحلة أو في الغربية أو في المنصورة لتشجيع ومؤذرة ومسندة النادي الأهلي في مشهد لقص تحسان الجميع ودى روح معنوية جدا كبيرة جدا عند اللعبين عايز أقول لك من الكواليس الفنية مستر بيتسو مسماني طبعا في اجتماعه مع اللعبين اعتقد كابتن نايمن طريقة لعبة النادي الهالي مش هتختلف عن المباراة السابقة نفس طريقة اللعبة 3-4-3 هو خلال لحظات هيتم إعلان التشكيل الرسمي للنادي الهالي اللي اعتقد يبقى فيه اختلاف في مركز أو يعني بكتير أو مركز مع غياب حمد فتحي عن هذا اللقاء يعني مستر بيتسو مسماني ألا يفكر في ياسير براييم ألا يفكر في رام ربيعة في هذا المركز ده اللي هنشوفه خلال لحظات لما يتم الإعلان التشكيل أيضا عايز أقول لك أن التواجد جماهير من جانب جماهير للنادي الهالي ودي من فترة طويلة جدا نشوف مباراة الهالي وغزل المحلة هنا على استهاد غزل المحلة بتواجد جماهيري لعيبة مركزة كلام مستر بيتسو مسماني مع اللعبين على ضرورة استغلال قوة البداية وضربة البداية للهالي عملها في أربع مباراة سابقة ضرورة تحقيق الفوز أيضا الكابتن محمد عودة بيشتغل على العامل النفسية مع العيبة غزل المحلة طالب اللعبين أيضا بالتركيز وطالب اللعبين بتحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي النادي الهالي لكن إن شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الهالي في هذا اللقاء أنا موجود معك كابتن أيمان لو فيه أي استفسار أو أي تساؤل شكرا الزميل العزيز فاروق صلاح وأنا موجود معك يا فاروق لو فيه أي تساؤل برضو شكرا حبيبك أهل شكرا